في بصائر الدرجات الطبعة مؤسسة النعمان بيروت لبنان إنه بصائر الدرجات لشيخنا أبي جعفر الصفار من أصحاب إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه صفحة 378 إنه الباب الخامس عشر الحديث الأول بسنده عبد الرحيم يقول ابتدأني أبو جعفر إمامنا الباخر صلوات الله وسلامه عليه ابتدأني أبو جعفر فقال أما أن ذا القرنين ومر الحديث عن ذا القرنين أما أن ذا القرنين قد خير السحابين فاختار الذلول وذخر لصاحبكم الصعب الحديث عن السحابين عن وسائل النقل الفضائية إنها الوسائل التي استعملها ذا القرنين في رحلته الفضائية الرواية تقول الوسائل المتوفرة حيثما تتوفر منها ما هو ذلول والذلول هو السهل ومنها ما هو صعب ذا القرنين اختار الوسائل السهلة أما الوسائل الصعبة وهي الوسائل المعقدة قطعا ستكون أكثر رقيا أكثر تقدما هذه الوسائل حفظت لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه أما أن ذا القرنين قد خير السحابين فاختار الذلول وذخر لصاحبكم الصعب قلت وما الصعب قال ما كان من سحاب فيه رعد وبرق وصاعقة وقد مر هذا الكلام علينا في الغمامتين التي انطلق بهم أمير المؤمنين والذين كانوا معه رواية سلمان فكان الرعد والصوت الهائل واضحا في الرواية تلك قلت وما الصعب قال ما كان من سحاب فيه رعد وبرق وصاعقة فصاحبكم الحجة بن الحسن فصاحبكم يركبه أما إنه سيركب السحاب ويرقى في الأسباب أسباب السماوات السبع خمس عوامر واثنين خراب خمس عوامر واثنين خراب الحديث كما يبدو عن مجرات كوننا فهناك خمس مجرات عامرة وهناك مجرتان ما هما بعمرتين مثل ما عبرت الرواية خمس عوامر واثنين خراب نذهب إلى صفحة 379 الحديث الثالث عن سورة عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه إن ذا القرنين قد خير السحابين فاختار الذلول وذخر لصاحبكم الصعب قال قلت وما الصعب قال ما كان من سحاب فيه رعد وصاعقة أو برق فصاحبكم يركبه أما إنه سيركب السحاب ويرقى في الأسباب أسباب السماوات السبع والأراضين السبع خمس عوامر واثنان خرابان الحديث الرابع عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه إن الله خير ذا القرنين السحابين الذلول والصعب فاختار الذلول وهو وهو ما ليس فيه برق ولا رعد ولو اختار الصعب لم يكن له ذلك لأن الله ادخره للقائم حتى لو أن ذا القرنين كان قد اختار الصعب الإمام يقول لم يكن له ذلك لأن الله أدخره للقائم صلوات الله وسلامه عليه رواية في السياق نفسه إلا أنها أكثر تفصيلا أقرأها عليكم من الجزء الثاني من الخرائج والجرائح للراوند إنها طبعة مؤسسة الإمام المهدي قوم المقدس صفحة تسعمية وثلاثين الحديث يستمر أيضا في صفحة تسعمية وواحد وثلاثين عن إمامنا الباقري صلوات الله وسلامه عليه يقول إن ذا القرنين كان عبداً صالحاً تسخر الله تعالى لهم السحاب وكان يحملهم إلى المشرق والمغرب لمصالح المسلمين لإصلاح لإصلاح ذات البين وعلى هذا حال المهدي صلوات الله وسلامه عليه ولذلك يسمى صاحب المرأة والمسمع فلنور يرى به الأشياء من بعيد كما يرى من قريب ويسمع من بعيد كما يسمع من قريب وإنه يسيح في الدنيا كلها على السحاب مرة وعلى الريح أخرى وتطوى له الأرض مرة فيدفع البلايا عن العباد والبلاد شرقاً وغربا أقرأ عليكم السطورة الأخيرة من هذه الرواية التي هي عن إمامنا أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه وعلى هذا حال المهدي ولذلك يسمى صاحب المرأة والمسمع فله نور يرى به الأشياء من بعيد كما يرى من قريب ويسمع من بعيد كما يسمع من قريب وإنه يسيح في الدنيا كلها على السحاب مرة وعلى الريح أخرى وتطوى له الأرض مرة فيدفع البلايا عن العباد والبلاد شرقا وغربا نذهب إلى فاصل من حديث طويل رواه أبو بصير عن إمامنا أبي جعفر الباطر صلوات الله وسلامه عليه جاء فيه خروج السفياني واليماني والخراساني والخراساني في سنة واحد وفي شهر واحد في يوم واحد ونظام كنظام الخرس يتبع بعضه بعضا فيكون البأس من كل وجه ويل لمن ناواه وليس في الرايات أهدى من راية اليماني هي راية هدى لأنه يدعو إلى صاحبكم فإذا خرج اليماني حرم بيع السلاح على الناس وكل مسلم وإذا خرج اليماني فانهض إليه فإن رايته راية هدى ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه فمن فعل فهو من أهل النار لأنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستخيم بحار بحار الأنوار الجزء الثاني والخمسون للمجلس الطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي صفحة 347 الحديث السادس والتسعون بسنده عن محمد ابن سويد الأشعري قال دخلت أنا وفطر ابن خليفة على جعفر ابن محمد صلوات الله عليهما محمد ابن سويد الأشعري يقول دخلت أنا وفطر ابن خليفة على الإمام الصادقي صلوات الله عليه فقرب إلينا تمرا فأكلنا وجعل يناول فطرا منه إنه فطر ابن خليفة وجعل يناول فطرا منه يناوله التمر ثم قال له كيف الحديث الذي حدثتني عن أبي الطفيلي في الأبدال من أهل الشام والنجباء من أهل الكوفة يجمعهم الله لشر يوم لعدونا هذا الذي سأل الإمام الصادق هو فطر ابن خليفة هكذا يقول محمد ابن سويد الأشعري دخلت أنا وفطر ابن خليفة على جعفر ابن محمد صلوات الله عليهما فقرب إلينا تمرا فأكلنا وجعل يناول فطرا منه ثم قال له كيف الحديث الذي حدثتني عن أبي الطفيلي في الأبدال من أهل الشام والنجباء من أهل الكوفة يجمعهم الله لشر يوم لعدونا فقال إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه رحمكم الله بنا يبدأ البلاء ثم بكم وبنا يبدأ الرخاء ثم بكم رحم الله من حببنا إلى الناس ولم يكرهنا إليهم فإن القانون الحاكم زمان الغيبة وزمان الظهور هو هذا رحمكم الله بنا يبدأ البلاء ثم بكم هذا في زمان الغيبة وبنا يبدأ الرخاء ثم بكم هذا في زمان الظهور الشريف رحم الله من حببنا إلى الناس ولم يكرهنا إليهم هذا في الجزء الثاني والخمسين من بحار الأنوار في كمان الدين وتمام النعمة إنها طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قموا المقدسة الجزء الثاني صفحة سبعمائة الحديث الخامس والعشرون بسنده عن جابر الجعفي عن إمامنا الباقري صلوات الله وسلامه عليه كأني بأصحاب القائم وقد أحاط بما بين الخافقين الخافقان الشرق والغرب يعبر عنهما في لغة العرب بالخافقين فالخافقان هما الشرق والغرب الإمام الباقر يقول كأني بأصحاب القائم وقد أحاط بما بين الخافقين فليس من شيء إلا وهو مطيع لهم حتى سباع الأرض وسباع الطير يطلب رضاهم في كل شيء حتى تفخر الأرض على الأرض وتقول مر بي اليوم رجل من أصحاب القائم أنا لا أجد وقتا كافيا كي أقف عند كل كلمة عند كل جملة من هذه الروايات والأحاديث المهمة سأقرأ عليكم الرواية مرة أخرى إذا ما جمعنا بين المعطيات المتقدمة في الحلقات السابقة وبين هذه المعطيات ستتضح الصورة جلية وواضحة جدا جابر الجعفي يحدثنا عن إمامنا الباقري صلوات الله وسلامه عليه كأني كأني بأصحاب القائم وقد أحاطوا بما بين الخافقين فليس من شيء إلا وهو مطيع لهم حتى سباع الأرض وسباع الطير سباع الطير إنها الطيور المفترسة للطيور حتى سباع الأرض وسباع الطير يطلب رضاهم في كل شيء حتى تفخر الأرض على الأرض وتقول مر بي اليوم رجل من أصحاب القائم صلوات الله وسلامه عليه نذهب إلى فاصل